السلام عليكم أخوات بسم الله نبدو كلامنا بالصلاة على نبينا اللهم صلي وسلم وبارك على سلنا رسول الله كديرين أخواتي لبس عليكم كنتم مني إن شاء الله تكونوا دائما على خير و بخير و شكرا لكم بزاف على تتبع ديالكم القناة ديالي على الكلام الطيب في حقي شكرا لكم أخواتي اليوم بإذن الله سنشارك معكم واحد شلادة بلبط تتجير غزالة رائعة ومتكاملة كما تشوفوا معي المقادير يعني تتجير رائعة تحطوها الضيوف ديالكم توجدوها الوليداتكم بالخصوص في هذا الفصل هذا كنحتاجوا الشيحة جلي كتكون خفيفة وفي نفس الوقت كتتوجدنا بسرعة سوف نبدأ بسم الله على بركة الله بالنسبة للمقادير أنا عندي هنا لبط انتم مركب قلكم الاختيار لبط على حسب الاختيار لكم والقياس من طبيعة الحلب على حسب أفراد العائلة كنحتاجوا هنا البنات عندي هنا واحد العلبة ديال الطن بالزيت نقص له الزيت عندي هنا البيض خلاصة دا يلتزين عندي هنا الفرومج الأحمر خلاص المايونيز غادي نخلطها اي شلادة تجيزوينها مع المايونيز عندي هنا شوية ديال كاشر شوية ديال جلبانة مسلوقة هنا عندي واحد طماطسوغيز تهيغل تزين عندي هنا البنات فليفلة مشحرة بزويتها بلدية وبليبزار ومليحة عندي هنا سوريمي عندي هنا المايز عندي الزيتون مقطع وعندي هنا الجازر مسلوقة كما شفتو عندي واحد شوية مسلوقة بشوية ديال المليحة و هنا خلاص عندي هنا واحد شوية ديال الربيع سوف ندره لها كل الليبات بعد ما تسلق ان شاء الله سوف ندوز باش سلق الليبات سوف نحتاج البنات سوف ندر شوية الملحة الطنجرة أضيف بلدية مشحرة الملحة سوف نضيف بلدية سوف نضيف بلدية السفر سوف نضيف بلدية ثم نضيف بلدية لبعدة ملحة لتسلق نضيف بلدية كما يبقى على حسب القياس يعني كل واحدة اعرف قياسه سوف نزيت قليلا كي تصافي سوف نجعلها تسلق ثم سوف تسلق وتبرد البنات ضرورة لا تكون باردة سوف ندوز إن شاء الله كي نشارك معكم وقتنا سوف نضيف على المكونات نضيف المكونات نضيف المكونات نضيف المكونات نضيف المكونات ثم نضيف المكونات تجد هذا المكونات نضيف المكونات نضيف المكونات اضيفة مصر والطن اضيفة ملتقى اضيفة 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 موضوع اضيفة الميونز اضيفة الاشتراك اضيفة مصر كما تظهر كما تحسين المايونيز سنزيد عليها واحد المالقة صغيرة الخردل المطا المالقة صغيرة والتي لا تريد ان يستغنع سنزيد قصبه الزعتر البنات سنزيد قصبه 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 اضيف قصبه 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 نخلط الملحة نضيف المعدنس نضيف المعدنس نضيف المعدنس سوف نضع طبق ونفرش الخاص هذه البنات تكون جيدة لانتو معرفين بان المادق الي البط التعجب الصغر والكبر وتبارك الله متكاملة ولكن فيها جميع مكونات كما رأيتم معي ستعجبكم بإذن الله وسهلا في التحضير توجد لكم بسرعة سنضيف هذه الخصغير في الشناب سنضيف هذه الأمام سنضيفها غير عشوائيا سنستطيع فضيلها في المون تقدمها دائرة أو مستطيل من المربع كما تشوفوا معي زينتها تزين بسيط كما تشوفوا معي ولكن البنات راها بنينة وغزالة كنتمنى ان شاء الله تجربوها وترقكم كما تشوفوا معي غدا بسيط خفيف ضريف يعني شي حاجة ديال السرعة وشي حاجة صيفية وكنتمنى تكونوا ان شاء الله على خير وتنشكركم واحد تحية كبيرة جميع اخوات اللي تكتبوا لي تعطوني من وقتهم وتكتبوا لي كلمة زوينة تنقول لكم الله يسهل عليكم شكرا لكم بزاف بزاف الله يفرحكم كما تفرحوني وفضلا منكم وليس امران بارتاجوا القناة باش ان شاء الله تكبر بكم وتعمل فائدة وتشجعوني تا انا باش نبقى نشارك معاكم وصفات وفيديوهاتي ان شاء الله يا ربي تشجيعك يزيد يعطيني واحد شحنة ديال الفراح وديال القوة باش ننض و باش نصور و باش نحط معاكم فيديوهات و شكرا لكم اخواتي ما تنسوني شمال لايك 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 فضلا منكم وليس امران و البرتاج و تنقلكم شكرا لكم بزاف بزاف واحد الملاحظة الى بغيتو شي اقتراح او شي وصفة نشاركها معاكم او نقدمها معاكم في القناة على راسي وعيني كتبوها لي في لي كومنتر و نقدمها معا اخواتي اخواني و اخواتي و تنقلكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله و السلام عليكم اشتركوا في القناة